بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حياكم الله متابعين الكرام بداية عظيمة بسورة مباركة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم التي حوت بين طياتها كنوزا و دررا عظيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى اليوم ننطلق وإياكم وتأملات في سورة الفاتحة تلك السورة المباركة التي أوتيها النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تحت العرش في مجلس كان قد جلس به جناب المصطفى صلى الله عليه و سلم و جبريل معه ففتح باب من السماء قال جبريل هذا باب فتح لم يفتح من قبل قط فنزل ملك قال هذا ملك نزل و لم ينزل قبل قط قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما من تحت العرش فاتحة الكتاب و خواتيم سورة البقرة ما دعا بنها عبد بشيء إلا أتاه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم البداية بهذه السورة العظيمة و الله هي بركة و هي نور و توفيق مبارك من الله سبحانه و تعالى أن يجعل الإنسان قد تعلق قلبه بفاتحة الكتاب فهي رقية و هي الشافية و هي الكافية هذه السورة العظيمة فتخيل أنك إذا حتجت أي شيء تجده في سورة الفاتحة من شفاء و علاج و دواء و تطيب خاطر و جبر كسر و غيرها من الأمور التي يحتاجها ابن آدم بدأ الله عز وجل بالحمد لذاته سبحانه و تعالى عندما قال الحمد لله رب العالمين يعني كفان فخر أيها المشاهدون الكرام أن يكون الله هو ربك سبحانه و تعالى هذه الميزة العظيمة لجميع المسلمين اليوم أن إلهك هو الله سبحانه و تعالى و تأمل حتى تعرف عظيم ما أنت فيه من نعمة ما يعبد من دون الله من أشجار و أقمار و كواكب و نجوم و حيوانات و صخور و أصنام و صالحين و ملائكة و أنبياء و مرسلين كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه و تعالى و هذا أعظم و أجل و أكرم مزية أعطاك الله عز وجل تأمل أيها المسلم أن أنفك لم يرغم يوما من الأيام إلا لله سبحانه و تعالى غير أولئك الذين يدعون القبور و الأشجار و الطيور و الحيوانات حتى أن في بعض الدول يعبدون حتى الفئران أن تختارك الله عز وجل سبحانه و تعالى و اصطفاك و جعلك لا تكون ساجدا إلا له سبحانه و تعالى بل لو دفعت لك ملايين الدنيا و أتتك الدنيا كلها لكي تعبد غير الله عز وجل لا يمكن أن تتنازل عن هذا لماذا؟ لعظيم كلمة الله عز وجل في قلبك فعندما نقول الحمد لله رب العالمين فعلا هو رب العالمين سبحانه و تعالى بيده ملكوت كل شيء و بيده مقاليد السماوات و الأرض و بيده القص سبحانه و تعالى يخفض و يبسط و يعطي و يمنع و يرزق و يفقر و يحي و يميت سبحانه و تعالى فلذلك هذه السورة العظيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى قال لأعلم أنك أعظم سورة في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم قال له شغل في ضيوف و كذا فذكره أبو سعيد رضي الله عنه قال يا رسول الله قلت لأعلم أنك قال نعم الحمد لله رب العالمين هي أم الكتاب و هي القرآن العظيم الذي أوتيته ما أنزل الله عز وجل لا في التوراة و لا في الإنجيل مثل أم القرآن و هي السبع المثاني و هي مقسومة بين الله سبحانه و تعالى و بين العبد في سؤاله و ثنائه و عظيم دعائه لله سبحانه و تعالى فلما يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين يحتاج إلى استشعار إلى تعظيم إلى تبجيل و جلال لعظيم الله سبحانه و تعالى و قدره بإذن الله عز وجل بمثل هذا التفكر و التدبر و التأمل سيعيش الإنسان معي عظيمة مع كلام الله سبحانه و تعالى بعد الفاصل إن شاء الله نواصل فكونوا معنا حياكم الله متابعين الكرام و هذه الانطلاقة مع تلك السورة العظيمة المباركة سورة الفاتحة الذي يعني الإنسان إذا وعى منازلها هو الموفق أثناء التجيز لهذه الحلقة كنت أطلع على كتاب القيب بدارج السالكين في منازلي إياك نعبد و إياك نستعيل ثلاث أجزاء تقريبا قرابة 700 صفحة تخيل فقط في إياك نعبد و إياك نستعيل كيف لهذا الرجل أن أوقع الله عز وجل في قلبه عظيم التأمل و التفكر في هذه الآية العظيمة إياك نعبد و إياك نستعيل نحن لو قلنا نتكلم عن الحمد لله رب العالمين في البداية و لو تكلمنا عن الرحمن الرحيم سبحانه و تعالى و كيف أنه رحمن الدنيا و الآخرة سبحانه و تعالى و هو رحمن المسلمين و هو رحيم بالخلق أجمعين و قد جعل رحمته سبحانه و تعالى منتشرة في الإنس والجن والطير والحيو حتى أن الدابة ترفع حافرها عن طفلها خشية أن تصيبها كل هذه الرحمة من الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى أعظم برحمته من جميع هذه المخلوقات الموجودة على هذه البسيطة إياك نعبد و إياك نستعين و قبلها مالك يوم الدين سبحانه و تعالى هو الذي يملك هذا اليوم العظيم يوم القيامة و ما حواه من ميزان و صراط و جنة و نار و جهنم الله يجين و إياكم منها و غيرها من المذلهمات العظيمة في هذا اليوم العظيم الرحمن الرحيم سينجيك بإذن الله عز و جل منها بقربك من الله سبحانه و تعالى بكثرة قراءة هذه السورة المباركة سيكون الإنسان بإذن الله عز و جل من الفائزين و المقدرين عند الله سبحانه و تعالى إذا كان قد قدر الله حق قدره سبحانه و تعالى إياك نعبد و إياك نستعين و إياك هنا للحصر أي نحن يا رب لا نعبد إلا إياك سبحانه و لا نستعين إلا بك لذلك الاستعانة بالله سبحانه و تعالى في سورة الفاتحة أنها حوت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء و الصفات فمن أراد أن يتأمل لا بد له أن يتعلم بعد ذلك يتأمل لذلك قال الله عز و جل إياك نعبد و إياك نستعين و هذه الأجزاء الأولى كلها بين العبد و بين ربه سبحانه و تعالى و الله عز و جل يعطيه ما سأل بإذن الله عز و جل في المقامات القادمة قال الله عز و جل اهدنا الصراط المستقيم و هذا الصراط الذي خطه النبي صلى الله عليه و سلم عندما خط في الحديث خطا مستقيما ثم جعل على أطرافه خطوطا صغيرة قال هذا صراط الله عز و جل و هذه السبل الذي تصد عن سبيله و على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الإنسان لكي يشد و يبعد عن هذا الصراط العظيم فمن تمسك فقد هدي إلى صراط مستقيم و من زاغت به الدنيا و لعبت به الأهواء فليتوكل على الحي الذي لا يموت و يرجع و يستعين بالله سبحانه و تعالى أن يثبت هذا القلب على هذا الصراط و ليس الهم أن تصل إلى نهاية هذا الصراط أن ملهم أن تموت على هذا الصراط المستقيم فقد مات كثير من الصحابة و لم يدركوا فتوحات النبي صلى الله عليه و آله و سلم بل إن مصعب مات و لم يدرك المدينة من قليل منها في رحلته الأولى و هو أول سفير فلذلك القوة و الثبات أن تكون على هذا الصراط يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود و لا الضالين من النصارى فهؤلاء شذوا عن هذا الصراط أما نحن بفضل عز وجل فقد هدينا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه سبحانه و تعالى و نسأله بأسماء الحسنة و صفاته العلا أن يحفظنا و إياكم بالإسلام قائمين و أن يحفظنا و إياكم بالإسلام قاعدين و أن يحفظنا و إياكم بالإسلام راقدين و لا يشمت بينا عدوا و لا حاسدين شوفكم على خير و مع السلام شكرا